السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام دقيقة مصطفى البارضي مرحبا بكم اتمنى نلقاكم في ساحة جيدة كما العادة دل اخوان جيبت لكم خبر صار وصار وصار ومفرح ونتمنوا بانه يعني يكون مؤكد لحسب الجرائد اللي نقلاته سوى الجرائد اسبانية وجرائد مغربية لنقلات الخبر ديال استئناف الرحلات البحرية وقرار ديال اسبانيا بانها تفتح الحدود البحرية مع المغرب حسب هذه الجرائد اللي غادي نوضحوا عدة امور بان هذا الجرائد اللي جابتت الخبر قالت بانها من مصادر يعني في الحكومة الاسبانية اكدت بان يعني الحدود البحرية غادي تحلح نحن غادي نشوفوا هذه الجرائد وغادي ننقلوها ونخلي لكم عني الخبر كامل كذلك الخبر الثاني المفرح هو ان هاد الجرائد ما كتافاتش فقط بانها جابت الخبر كما تصابقش يعني في عدة احيان بل جابت حتى التاريخ ديال انطلاق اول رحلة بحرية من الموانة الاسبانية نحو يعني الميناء ديال الطنجة المتوسط اذا كذلك كنا شفنا خبر في هذا الجرائد دي نفسها قبل يعني اليوم اخرج هذا الخبر ديال فتح الحدود البحرية البرح كان الخبر ديال فتح الحدود البرية وكذلك اعطاو شكون هي الناس اللي غادي تحللها الحدود البرية ديال السبتاء مع المغرب وكيفاش والوقت وكل شيء هذا هو الخط اللي غادي نوضحه في هذا الفيديو هذا لكن هذا الفيديو كيحتاج دعم ديالكم اللايكات بغينا ما تبخلوش لدينا باللايكات ولكومونتار والبرتاج اللي تعوم الفائده وهذا الخبر هذا يعني يوصل الجميع الجلي اللي كانت كتسناه بقرحة كبيرة اذا الاخوان نشوفوا الجريدة هي هذه وهذه فقط الجريدة مغربية يعني انقلات على الجرائد الاسبانية كما جاء في عنوانيها وفي المقال ديالها وغادي نذكروا حتى التاريخ للاول رحلة اللي غادي تنطلق ما بين المغرب واسبانيا رحلة بحرية كما كنتشوفوا الاخوان بعد ناخدوه جريدة من الجرائد هم بزر الجرائد اللي كاتبين لكن ناخدوه واحدة بعد تعليقها لعدة شهور الرحلات البحرية المنتظمة بين المغرب واسبانيا تعود لطبيعتها يعني الرحلات البحرية تعود لطبيعتها التاريخ ديال هذا الخبر 24-10-2021 بعد توقف دائما لأشهر طوال أفادت صحيفة سيوتا أن الرباط ومدريد قد توصلتا أخيرا إلى اتفاق يقضي بإعادة استئناف الرحلات البحرية التي تربط بين ضفتي المتوسط خبرك يأكد على أن الحكومة الإسبانية تفقدت مع المغرب بالصافي يستأنفوا الرحلات قبل من القيمة نحن كان من النشخصين كنت نقول بأن السنة في الرحلات غالبا سيكون حتى تدر القيمة ولو على الأقل يتلقوا الوازير الخارج المغربي والإسباني هذا هو اللي كان يعني التحليل ديالي لكن الخبر فاجئنا في حقيقة الصحيفة الإسبانية ذهبت أبعد من ذلك حيث حددت التاريخ المرتقب لانطلاق أول رحلة بحرية بين البلدين مؤكدة أنها ستكون في فاتح في فاتح نوفمبر المقبل يعني السمن اللولى في شهر 11 يعني الشهر الجاي سمن اللولى إحنا اليوم 24 في شهر أكتوبر إذن هما قالوا في فاتح يعني في الأوائل ديال الشهر 11 ستنطلق أول رحلة بحرية حسب ما نقلته الصحف الإسبانية من المصادر اللي قالت بأنها يعني مقربة في الحكومة الإسبانية في فاتح نوفمبر المقبل مضيفة أن الشركات العامة في القطاع قد توصلت وهذه مهمة بإشعار في الموضوع وشرعت فعلا في إعداد في الإعداد لعودة أنشطتها يعني قلقاء شركة ديال البطوات ديال البواخر لكي يديروا هذه الرحالات البحرية خداو الإشعار توصلهم الإشعار معند يعني الجهات المسؤولة بأنهم يبدوا ووجدوا في تحضيرات بالصفية ستنطلق يعني الرحلات البحرية في الأسبوع الأول مشهر يعني نوفمبر شهر 11 واعتبرت صحفة أنه من المرجح جدا أن يتم تنظيم عملية مرحبة صغيرة خلال عطلة رأس السنة الميلادية حتى يتسنى الأفراد الجلي المغربية المقيمين بإسبانيا بالعودة إلى بلدانهم لسلة الرحيم الناس الذين يتحرموا إسبانيا للمغرب كان قصى يعني إسبانيا عملية العبر المرحبة المغرب داب الآن يجب أن يستطرق ويطر لي محدد عملية مرحبة صغيرة فراس السنة باش الناس في استخدام الطلد الرسانة والنبيلات التي يكون هنا في أوروبا يقدروا يطروا يزوروا البلد للناس الذين لا يطروا في الصيف تحرموا من عملية مرحبة كما نرى حتى يتسنى الأفراد الجلي المغربية السنة الرحيم بعد محرموا الآلاف منهم من ذلك لعدم وجود ربط بحري بين البلدين الصيف الماضي للإشارة فإن منذوبة الحكومة بسبتا كانت قد أكدت في تصريحات سابقة عن قرب إعادة فتح معبر طرخال في وجه حركة المرور رابطة الأمر بانتهاء أشغال التحديث التي يخضعوا لها حاليا كذلك بصح بأن تصريح منذوبة الحكومة الإسبانية التي كانت أكدت بأن الحدود البرية كذلك ستفتح في الأيام القريبة وقالت ونجبت لكم مقالتي لكي نوضح هذا الأمر هذا ما بقواه خاصة بقواه في البحرية ونرى البرية هذا لم يصدر أي تعليق لحد الساعة عن الجانب المغربي بحيث استبعدت مصادر توصلت معها أخبارنا بإمكانية فتح معبر باب سبتا إمكانية فتح معبر باب سبتا وإطلاق الرحات البحرية بهذه السرعة معتبرة أن الأمر يحتاج إلى المزيد من المباحثات بين الرباط ومدريد يعني هذا الجريدة المغربية من ضمن الجرائد الذي نقل الخبر بأن الحكومة الإسبانية رصا في قرات وغضا تستانف الرحالات وعندها القرار وعطاته الجرائد الإسبانية والجرائد الإسبانيين نقله هذه الجرائد المغربية حتى هي التعاصلات بالمصادر في الحكومة المغربية يعني كان الجواب من بعد المسؤول المغربة قالوا ما عرفناش ما مضنيناش أنها تحل الحدود بهذه السرعة هذه يعني لحد الآن ما كانت بحض القرار الرسمي في الجانب المغربي على ما أظن إسبانيا دارت بحض القرار وليك تفرقه في النساء من دوبة الحكومة خرجت قبل خرجت تقريبا في شرط ثمانية قالت لك الحدود ممكن أن تحل في شرط 9 قالت ممكن تحل في شرط عشر يعني في حالك نقول الجانب الإسباني متشوق لفتح الحدود وعنده القرار ذي لفتح الحدود يتسنى وغير الجانب المغريبي لكن الصحافة اليوم نقلت في إسبانيا وكما شتوب في المقال نحن فقط نقله في المقال يأكد على أن الحدود البحرية ستستنف وأول رحلة ستكون يعني في الشهر الأول ديال شهر 11 في الأسبوع الأول عفوا إذا الإخوان نتمنى ونتمنى ومن الله عز وجل أن الصحافة الإسبانية هذه المرة لا تتلاعب بهذا الموضوع تهيئة تكون مدام دوات وقالت بأن الحكم الإسبانية قررت تستنف رحلات وعطاها التاريخ الأول رحلة وإذا ستنطلق نتمنى ويكون الخبر صحيح ونتلاعبوش بالمشاعر الجالية المغربية لأن الجالية المغربية تتسنى هذا الموضوع بفارغ من الصبر إذا الإخوان ندوزوا كذلك للحدود البرية سبتة ومليليا مع المغربية لأنها تتسنى أحد العدد كبير اللي بحاصر في سبتة الناس بحاصر في مليليا الناس القتل يومي ديالها في الناظر من مليليا الناس القتل يومي ديالها في طيطان من سبتة إذا استحقنانا لأنه أعطيهم الخبر وعد زيادة لأن الناس التحليات الحدود البرية سيكون تتحدث بحرية لأن الرحلات البحرية ما بين الموانئ الإسبانيو من الجنوب الإسبانيا مع السبتة والمليليا سيكون دائماً لأن الأمر لا يساعدوا مدونهم دائماً إذا إذا تشغلوا من حدود البرية هل ستركب السبتة ومن السبتة ستخرج إلى الحدود إذا لم يمكن أن يدحلوا من البرية لا يمكن إذا لم يتقبل المغرب يقول لك أنا حلية البرية و لا يحلل البحر ما بين سبتة و اسبانيا إذا حلنا غير البرية ستدخل على الحدود البحرية ما بين سبتة و اسبتة لماذا؟ المصدر الحكومي استبعت بأن الحدود البرية لا يمكن أن تفتح بات السرعة لكنه يتحلوا في دقة واحدة أو لا يتحلوا بجوء كذلك الأخوان سوف نرى الخبر الثاني الحدود البرية المهمة لحسب الصحافة المغربية كما ترى قالت عاجل سبتة تفتح حدودها في وجه العمال والمتبضعين المغاربة و نفس الخطوة بعد أيام ستشهدها حدود مليليا مع بنينصر يعني لا حسب الجريدة الاسبانية كذلك العفوان المغربية أكدت أن الحكومة سبتة أخذت القرار فتح الحدود لكن فقط لهم والناس الذين يخدموا في الحدود والناس الذين لديهم الخدمة في السبتة و يدخلوا و يكملوا الخدمة لهم والناس الذين لديهم طرخيطة لديهم طرخيطة لهم خاصة و لا يمكن أن يدخلوا سوف نرى في هذا الطريح هذا لأن الحكومة تبدل في الحدود يعني تبدل في النظام الحدود و الأجهزة الحدود يعني غير بالدوز لم يقلبوك و تتقلب كامل كما ترى الكاميرا و تعرفوا ما هو الديني يعني ذلك شيء حديثي بعدما أغلقت جائحة كوفيد التعطاش الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا و معها أبواب الرزق بالنسبة للألاف المغاربة العاملين في مدينتي السبتة و مليا و الذين كانوا ينتظرون بفارغ صبر انفراج الغمة لإعادة فتحها أكدت منذوبة الحكومة الإسبانية في السبتة ماتيوس بهذا الخصوص أنه سيتم السماح لجميع الأشخاص منذوبة الحكومة الإسبانية في السبتة سيتم السماح لجميع الأشخاص المغاربة بالعبور عبر منطقة الطراخار بغرض التبضع الناس اللي ستشري وترجع و وفق ما ذكرته صحيفة فإن حوالي ألفين و خمسمائة عامل مغربي عبر الحدود سيليجونا المعبر الحدودي يعني ألفين و خمسمائة عامل يعني ألفين و خمسمائة عامل يعني ألفين و خمسمائة عامل هي اللي ستفتح لها طراخال يوميا إلى أن يعاد فتحها بالكامل يعني يوميا يدخلوا هذا الفين و خمسمائة يخدموا هذا و ورجعوا فقط هما حتى يتقدر الأمور على ثاني وتفتح الحدود بالكامل كما قالت يعني أه منذوبة الحكومة ناس اللي خدمها في السبتة ولكن عايشهم في المغرب يدخلوا يخدموا و يخرجوا حتى هذين ناس هذين ممكن أن يدخلوا قد يتحلهم الحدود لهم و ما و نقلنا على مصدر ذاته قالت ماتيوس إن مواعيد العمل لم تبرمج بالشكل الاعتيادي الذي كان معمول به قبل كورونا و لن يتم ذلك إلا بعد انتهاء وزارة الداخلية من تركيب أنظمة دكية وهذا المهم يعني لن يتم ذلك يعني هذه الحدود ما ستتحل قالت بأنها تتحل في هذه الأيام القريبة لكن فقت لهذه الناس لهذه الفئة لكن مرة أخرى قالت إحتاج تسالي وزارة الداخلية بأنها تدير ذلك الحدود الذكية اللي رهم تصيبوا فيها من تركيب أنظمة دكية لتعرف على الأشخاص السيطرة على المعابر الحدودية مشارتنا إلى أن مصلحة الجمارك هي من تشتغل على هذه الترتيبات و تكملها مع نهاية أكتوبر كما جاء يعني في الخبر الحدود البحرياني أول رحية تنطلق في شهر كذلك الأشغال قالت منذوبة الحكومة الإسبانية للأشغال الحدود الحدود البرية ستسالي في الأواخر في شهر أكتوبر يعني ممكن بحتاجة تحل الحدود البرية في شهر 11 وهذا يعني في حقيقة كانت تقارب الخبر وأشارت منذوبة الحكومة الإسبانية إلى أن الوصول إلى اتفاق مع الحكومة المغربية أمر ضروري قبل فتح الحدود البرية الجنب قبل وقوع حوادث مثل تلك التي وقعت في السنوات الماضية أتفاق الإخوان إذن قالت بأن الحدود لا تستطيع الحكومة المغربية حتى نتفاق يعني تعطينا الحكومة المغربية إذن تمنى الله عز وجل وفق الجرائد الإسبانية والمغربية لينقلات الخبر من مصادر مقربة في الحكومة الإسبانية بأن الحدود البرية ستفتح الأسبوع الأول في شهر 11 وكذلك وكذلك الخبر اليوم الذي يخرج غير دابانيت أن السئنا في الرحلات البحرية ما بين الموانئ الإسبانية والمغربية وفتح الحدود بالكامل وكذلك أكدوا على أن المغرب سننظموا حد عمليات مرحبة صغيرة في الآخر العام يعني في شهر 12 ستكون العطلة هنا في أوروبا وكذلك الناس الذين يدخلوا في هذه العمليات المرحبة وفي هذه العطلة التي ستكون في رسانة كذلك أكدوا على أن الحدود المليلية سيجرع لها نفس الأمر سيجرع الحدود وفي هذه العمليات سيجرع الحدود سيجرع الحدود إذاً تحياتي لكم نتمنى وملاع الزوجل هذا الخبر يتطبق ويتأكد جميع الجرائي ونقلته لكننا نتمنى وملاع الزوجل لأنه يتأكد لنا هذا الخبر لا نضمنه ويجرع الحدود ونتأكدون جيداً سؤال خليه في كومنتر ونجاوبكم كاملين تحياتي لكم مع السلامة شكراً